السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناتي الهاني متفنانة انا جايبا لكم النهاردة فيديو مميز جدا هقولك شوية افكار وحيل هتوفر عليك الجهد والميزانية في شهر رمضان كل سنة وانتو طيبين حتيلي اللايك الجميل بتاك وصليل عنابي كده في التعليقات ونبتجي الفيديو بتاعنا مفاكرين الفيديو اللي قلت لكم فيه اللي انا هجرب ازاي احفظ المز بالشمعة بصراحة انا جربت الفكرة دي وعملت التجربة كنت اول مرة عملها معاكم على القناة بس للأسف التجربة تلعت فشلة زي ما انتو شايفين كده الموز سود وبوز ما كملش حتى يومين فنصيحة ما تعملوش الفكرة دي ونرجع نعمله بالطرق اللي احنا متعودين عليها نيجي بقى في الفكرة اللي بعدك كده بصراحة هي كذا فكرة بالهاند بلندر لو ما عنديكيش مطحنة انت ممكن تستخدمي الهاند بلندر لتحن الحبوب بتاعتك يعني لو عنديك فلفل اسود كصبرة كمون سكر هيبقى سهلة اوي في الخفك وحوريكي دلوقتي بتجربة عملية انا عندي فلفل اسود وحاطحنولك في الهاند بلندر وعندي ورق ستريتش لازم تلف فيه كذا لفة زي ما انا بلفه كده بالظبط يعني كذا ورقة فوق بعض على اساس ان هو يستحمل الخفك معايا و بعد كده هاطحنه وحوريه لكم قد ايه بينعم وبالدركة النعمية اللي انت عايزها يعني عايزة تفروميه قوي عايزة تفروميه خشن شوية زي ما انت تحبي وده للناس اللي ما عندهمش مطحنة او المطحنة بتاعتك بوزك و مش عارفة تطحن الحبوب بتاعتك في ايه لأ احنا هنتحنها في الهاند بلندر بمنتعة السهولة زي ما انت شايفة كده الفكرة ديت بصراحة حلوة قوي وسهلة ومنقذة كمان نيجي بقى للفكرة التانية للهاند بلندر وبصراحة الفكرة ديت سهلة وخطيرة ومنقذة كمان هغير بس اللي هي بتاعت الخفك وحط بتاعت المضرب البيض هاخد واحدة منها بس ولف عليها صنفرة ولزقها بلازق زي ما انتوا شايفين كده انا عملت كده مثلا للسكاكين بتاعتي هاتي بقى السكاكين بتاعتي كلها وسنيها على المسن اللي احنا عاملينه دوت بالهاند بلندر بصوا سهلة وسريعة ومش هياخد منك وقت وبصراحة بسن السكينة احلى من اي مسن او احسن من اي مسن تاني لانه يعتبر ده احنا عملنا مسن بالقهربة واحنا كده وفرنا على نفسنا المجهود والميزانية وبالذات في شهر رمضان المبارك نيجي بقى للفكرة التالتة اللي هي الامر دي بصراحة انا جبت الهاند بلندر ولفت عليه سلك استلت زي ما انتوا شايفين كده لف السلكة كزا لفة بعد كده هنعمل بي ايه بص احنا مش هنحط عليه مياه خالص عشان القهربة وكده دي اي دهون عنديك في السيراميك هتعمليها بمنتهى السهولة بزات دي للناس اللي ايديها واجعيها اللي مش قادرة تدعك دي سهلة جدا وفكرة حلوة جدا هتجيبي بيها هتشلك كل الدهون اللي موجودة في الحيطة وبالذات الحيطة اللي بتبقى فوق البتجاز السيراميك اللي بيبقى فوق البتجاز لو وصلت لغاية هنا ما تنسيش بقى اللايك واشتراك في القناة لو مش مشتركة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد نيجي بقى للفكرة او الحيلة اللي بعدك ده عندك الصبونة بتاعتك وعلى طول بتبقى بايشة وان بهدلة الصبونة وبتخلص معاك بسرعة انا جبتلك بقى كزا فكرة وكزا حيلة اختاري بقى منها اللي بيناسبك اول حاجة ممكن نجيبي اللسبونشة بتاعتك وتحط عليها الصبونة بالشكل دوت اللسبونشة هتمتص الزوايد اللي نزلة من الصبونة وفي نفس الوقت ممكن تاخد اللسبونشة كده وتدعاك بيها الحد بتاعك وتخسلي بيها الحد بتاعك احنا كده ضربنا عصفرين بحجر واحد الفكرة التانية اللي بعدك كده اللي تحافظ بيها على الصبونة بتاعتك البتاعة ديت اللي بتجي مع علب البتزل جاهزة جيب صراحة لها استخدمات كتير جدا منهم اللي انت بتحطيها تحت الصبونة كده هتحافظ على الصبونة بتاعتك والصبونة هتتصف عليها طب انا ما عنديش البتاعة ديت يا هاني اعمل ايه بسيطة جدا هتجيبه معلقة معلقة بلاستيك وعايزة الحتة اللي فوق ديت زي كده وهتحطيها وهتحطيه فوقيها الصبونة هتقضي الغرض براك كده كده كزا حيلة بقى للمحافظة على الصبونة اختاري منها اللي ناسبك ما تنسوش بقى اللايك يا حلوين ونيجي بقى للفكرة الامر ديت لو عنديك علب سامنة اوعي تفراش فيها بصراحة انا ما برميش وانت اي حاجة عندك اوعي ترميها هقول لك كزا فكرة دلوقتي بعلبة السامنة ممكن تعمليها وتستفاجي بيها اول حاجة اجيب علبة السامنة واغلفها بالفوم زي ما انتوا شايفين كده يعني انا بحب الحاجة بتبقى شكلها حلو كده في المطبخ والغطة برضو هغلفه واعمله بشكل كده افتح فتحة كده من نص طبعا انا مش هسيب العلبة السودة كده كفاء اللي احنا فيه هحط حلزق عليها فراشة كده واي رسمة موجودة عنجت وحطها كده يعني تفتح الاسود معايا شوية وعالغطة حطيت عيون واسنين كأنه وش يعني وكده بقى معانا احلى منظم حد يصدق ان دي علبة السامنة هتنظمي فيها ايه بقى بيبقى عندنا كركبتل الكياس كتيرة جدا بتبقى حطها في القرف وفي الادراج بتبقى بصراحة لخمة الدنيا وزحمة الدنيا هقول لك بقى انا حلت المشكلة دي ازاي جبت الكياس اللي عندي كلها وجبت ازازة زي كده وحبتدي ارس الكياس فوق الازازة بالشكل دوت انا كده جمعت الكياس كلها اللي بتبقى مقاس واحد هحطها فوق الازازة بالشكل دوت وبعدين هاخدهم كده وحطهم في المنظم اللي انا عامله اللي هي علبة السامنة وطلع كيس كده وغطيهم وحبتدي اطلعهم بالغطى من الغطى كده بمنتهى السهولة بقى معنا منظم حلو من علبة السامنة ونظمنا الكياس اللي مبهدلة الدنيا طب حد يقول لي انا مش فاضية اعمل الكياس ونظمها بالطريقة ديت وما عنديش وقت ولا عندي صبر اعمل كده هقولك بسيطة اي كيس معاكي هتقعوري كده وتحطيه في العلبة زي ما انا حطاه كده على فكرة هتشيل معاك كتير جدا بس تقعوري كده على قد ما تقدري نفس ما انا بعمله كده بالظبط وهتحطي في العلبة هتحطي كزا واحد وكزا كيس والله هتشيل معاك كتير وبرضو هتغطيها وهتطلعي منها الكيس بمنتهى السهولة زي ما انتو شايفين كده يبقى انت كده عندك فكرتين تنظمي بيها الاكياس بتاعتك شفتوا بقى انا جبتلكم كام فكرة وحيلة منظمة وتوفيرية وتوفر عليك الوقت والجهد والميزانية كمان في رمضان والله انا مش مصدقني دي علبة تسامنا العلبة شكلها حلوة قوي وممكن تحطي فيها مش بس اكياس لا تعمليها المنظم لأي حاجة عندك بس انا فكرة الكياس ديت عجبتني جدا نيجي بقى للفكرة اللي بعد كده هنعمل فكرة حلوة قوي بتتباع غالية جدا جدا دي ممكن تعمليها من اي غطى عندك زي ما انتو شايفين كده انا استخدمت غطى علبة الرش بتاعتي هاجيب الغطى واي خيط عندي خيط خيش خيط مقرمية خيط صوف حتى هبتجي اللزق بالشمع والف الخيط حواليها كلها ومن نفس الخيط اعمل ايدين بالشكل دوت ولزقها بالشمع هتبقى بالشكل دوت شايفين الجمال وبعد كده معايا كده وردة صغيرة هلزقها كده على السبت اللي انا عملاها حط نقطة شمع وحط الوردة ومعايا كده فصها حطه كمان بالشكل دوت لو انت حبيت الفكرة وعايزت تعمليها ممكن تسيبيها كده لكن انا حطيت شمع كده وكان عندي ورد صغير رحت حطيته بالشكل دوت وبكده بقى معانا ديكور حلوة اوي احنا عملناه من اعادة التدوير يعني من حاجات كانت هتترامي شايفين الجمال تحطيها بقى في المطبخ تحطيها في اي حاجة هيبقى معاك ديكور حلو والشيك انت اللي عاملاه والله العظيم الحاجات دي بتتبع غالية جدا في اي كيا شايفين الجمال انا في الفيديو دوت باور ريكي اللي انت ممكن بحاجات بسيطة جدا تعملي احلى ديكور بدل ما تشتري ادي ديكور تاني انا عاملاه ممكن تحطي فيها شمعة ممكن تحطي فيها وردة زي ما تحبي ومن حاجات بسيطة جدا كانت هتترامي ودي افكاري النهاردة لو عجبتكم بقى الفيديو وعجبت بقى الافكار واستفدت منها ما تنسيش تدعيدي دعوة حلوة في التعليقات واللايك والشير والشراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته